دلوقتي في حد عزيز عليّ حاليا في فترة ما كان ملتزم وكان بيصلي وربنا كرمه وفقه في حاجات كتير يعني بس بسبب مشاكل ما بدأ يقطع في صلاته وبدأ يأثر مما قدّى إن هو بعد ما أثر فتحت معه فتحة كبيرة شوية بدأ بقى بارتكاب الزنوب والمعاصي والكلام ده كله هو عايز يرجع لربنا وعايز يبدأ يقرأ الكرآن تاني ويصلي تاني بس مش عارف يعني هو عارف إنه غلط هذه الحالة حالة الواحد لما يدخل في التقصير والزنوب والمعاصي وعايز يرجع وما هواش عارف يرجع أهم حاجة في الحكاية دي هي الذكر ربنا قال إيه عن الصلاة إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمونكر ولا ذكر الله أكبر يحاول لأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يحاول إنه هو يذكر ربنا كتير فتلاقيه جه لا نتله الصلاة اللي هو دلوقتي بيحاول يعملها وتقيل عليه مش قادر وكل ما يجي يعملها تحصل حاجة كده من العوائق والمعوقات فيذكر الله يسبح ربنا يصلي على النبي يمسك السبحة ويشتغل لو الزكر مش محتاج لا لشروط ولا الوقت ولا المكان ولا لأي حاجة الصلاة محتاجة تستنى الظهر وتستنى العصر وتستنى كذا محتاجة الوضوء محتاجة ستر العورة محتاجة استقبال القبلة الصلاة ديها شروط لكن الزكر ما دوش شروط ولا ذكر الله أكبر كلمة ولا ذكر الله أكبر بتعرفنا إنه هو دي الدائرة اللي بمسك فيها لما بتحصل لي الحالة دي ترجمة نانسي قنقر